محمل مع حضراتكم يعني كلامنا مع كبات المصر كابتن محمود أبو الدهب كابتن أحمد صالح وازلنا بنتكلم على الأهل والزمالك وصفقات الموسم أو صفقات شتوية الحقيقة لأن صفقات الموسم اتلت من الصيف هنا جابوا صفقات هنا جابوا صفقات ولكن أمور بتنجح وأمور أخرى لا تنجح من خلال الصفقات كابتن أحمد برضو في ظل الأمور الخاصة بقدارة نالزمالك إن هم بيحاولوا يعملوا أفضل حاجة في الفترة دي لكن بيمروا ممكن بظروف ممكن تكون نتيجة النتيج نتيجة أمور ممكن تكون كمان بعض الأمور خاصة الإدارية بتكون طبعا ممكن دوارد بيحصل في عندها كتير إنه ما تكونش صح شايف إن النادي زمالك إدارته تتحمل جزء من اللي حصل في الفترة فاتت ولا فريرة فقط لا طبعا إدارة ولعيبة وجهاز ده نادي كامل يعني إدارة بكل كل المكسب بيبقى لرئيس النادي للمدير الفني للجماهير خسارة بتبقى من إدارة للمدير الفني لعيبة يعني الخسارة بتطلع أي مشاكل ويتلاقي فيه كلام كتير لكن وقت المكسب حتى لو فيه مشاكل ما بتظهرش وما بتطلعش على الساحة لكن مشكلة نالزمالك دايما أي حاجة صغيرة بتحصل في نالزمالك بتلاقيها في الإعلام ودي مشكلة نالزمالك من فترة طولة جدا جدا كان لأ ما هو كان فيه وقت ما بقيت برضو لا لا طولة عمر نالزمالك كده لا طولة عمر نالزمالك كده كان المناس بتقول لك لا ده نالزمالك أفعل على نفسه ما بقيت زي الأول لا لا قولت اللعيبة اللعيبة هتكسب هيبقى كل حاجة مقفولة هتبدأ تخسر نتائج مدرب هيمشي تصرحاتها تطلع في كل الأندية مش نالزمالك بس لكن هي لها علاقة بالنتائج انت جبت لعيب كويس مشي معك بشكل كويس الصفقة وفقت بشكل كويس هتلاقي الجماعيش هيلك على المهمة لازم نسألك سؤال مهم جدا قرار ببيع إمام عشور قرار صح أو لا صح أنا وجهة نظري لازم كان إمام عشور في السن ده خلينا نكون وقعين يعني الإمامة لازم يطلع في السن ده لكن خسارة نالزمالك وجماعينا نالزمالك في التوقيت ده وفي مشاكل في الحتة بتاعة إمام عشور أو في نص الملعب الحتة اللي بلعب فيها إمام عشور وخاصة إن إمام عشور وزيزو أفضل اتنين لعبة في مصر مش في نالزمالك بس لكن كانت محتاجة تعويض يعني كان يترتب ليها قبل كده إن أنت لو طالما إمامها يمشي يبقى فيه لعب تاني بديل لإمام عشور كناريا كناريا هما بيفكروا في كناريا محمد تولي كناريا كناريا مش نفس طريقة لعب إمام خالص كناريا لعب في نص الملعب ما بيزيتش ما بيروحش على الأطراف ما بيزيتش أمام خلي بالك لعيب يعني أنا بيشوف أن هو لعيب يرعب في أوروبا فأنت من نوعيته مش هتلاقيها بكين نوعيته كناريا كناريا لعب كويس جدا وكان معنا في سموحة لكن كمية الجاري اللي إمام بيجريها دفاعيا وهجوميا لا إمام يفيدك أكتب من كناريا كناريا يفيدك في الكرات الصغيرة لعب الصغير لأن كناريا حريف لعب كرة كويس لكن مجهود زي إمام لا ترجمة نانسي قنقر